بسم الله الرحمن الرحيم وتدشيناً للعهد البرلماني الجديد في محاربة الجدية لقضايا غسيل الأموال وحماية للدولة من أن تتورط في غرامة مالية قدرها بحدود مليار واربعمية مليون دولار توجهت بمجموعة من الأسئلة البرلمانية المتعلقة بقضايا غسل الأموال وخاصة الصندوق المليزي والنائب البنغالي وأولها حول أسباب عدم حضور محامين الحكومة للجلسة الأولى لمحاكمة الصندوق المليزي اللي كانت في تاريخ 13-9 وهذه مع الأسف الشديد بداية غير موفقة من الفتوى والتشريع ولمحامين الحكومة وأنا وجهت سؤال برلماني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووجهت أيضاً سؤال برلماني آخر لوزير الداخلية حول أسباب غياب محامين الحكومة من التواجد في جلسة 13-9 والجلسة الثانية ستكون عقوب باتر في تاريخ 25 وظهورنا اليوم وتوجيه الأسئلة اليوم وهذا المؤتمر الصحفي تنبيه لعدم تقاعس الحكومة في الدفاع عن حقها والحق العام وإنما تتواجد في جلسة 25-10 بالإضافة خاصة فيما يخص النائب البنغالي نشرت إحدى الصحف يوم أمس عن موافقة وزارة التجارة حول تحويل حصص النائب البنغالي المدان بغضايا غسل الأموال حصص لمواطن كويتي والسؤال الأول هل المنشور صحيح نعم أو لا نبي توضيح من وزارة التجارة والسؤال الثاني إذا كان هذا الخبر صحيح فما هي الأسس القانونية التي استندت عليها وزارة التجارة في أن يتم نقل وتحويل هذه الحصص وبانتظار الإجابة على هذه الأسئلة البرلمانية